السيد حيدر الملة وقبل السيد الملة أنت كنت قد وصفت الحكومة الحالية بالحكومة الفاشلة والحكومة المستبدة الآن السيد الملة أضاف أنه توصيف جديد صراحة أنا عجبني أنه هاي حكومة منجم الذهب وبالتالي رسم لنا سيناريو أنه من الاحتمالات الموجودة الآن أن القوى السياسية ممكن أن تقوم بمناورة لعدم مصول علاوي إلى السلطة أو التكليف كيف يمكن للسيد علاوي أن يتعامل مع هذا السيناريو بدقة من هم الذين يجب أن يكونوا قريبين أو حلفاء لعلاوي من القوى السياسية لإفشان مخطط أنذرنا به الآن السيد حيدر الملة طبعا هذا المخطط ليس جديد طوال الأربعة أشهر الماضية كل ما حصل في العراق فهذا حادث معين حادث أمني حادث شعبي حادث قضية كبرى بالبلد توظف لأطالة عمر هذه الحكومة ولمحاولة لي عنق الواقع العراقي باتجاه الإبقاء عليها على اعتبار أن الوضع في العراق لا يتحمل والمخاطر المحدقة بالبلد لذلك كل ثلاث محاولات أو أربعة محاولات في الأشهر الماضية للإبقاء وعادة منح الثقة لهذه الحكومة باءت وخابت بالفشل لعله تبقى ضمن أجندة أطراف معينة تعتبر هذه الحكومة منجما لها وتستنزف مقدرات الدولة لمصالحها الشخصية لعله تعمل أيضا على إفشال هذه الحكومة نحن إذن أمام عمرين أحلاهم أمر مع الشديد الأسف اليوم ينبغي أن نقوم هذه الحكومة الحكومة الجديدة حكومة السيد علاوي وأيضا نعمل ونريد أن نخلص من الحكومة الحالية الحكومة المستقيلة لكنهم ما نريد حكومة علاوي تبتلي بنفس البلاعات أو المطبات التي وقعت بها حكومة السيد عادل عبد المهدي وبدأت مع شديد الأسف ملامح هذه المطبات من تصريحات اليوم وأمس للسيد علاوي ما أتمناه على السيد علاوي أن يعي حقيقة أنه جاء لاستحقاقات مرحلة لمتطلبات شعبية استحقاقات المرحلة عليها أيعيها جيدا هذه المرحلة خطيرة وحساسة في تاريخ العراق إذا لم تكن له بصمة مميزة في إخراج البلد من هذا المأزق الكارثي والكبير فسوف يلعنه المشكمة العراقي سوف يلعنه الشعب العراقي خلنا أكمل رجعا عن هذه الفكرة ستكون راضحة أنا ما أتمناه أن يكون صريحا وشفافا مع الشعب العراقي مع المواطنين الكرام بعيدا عن الشعارات ما سمعتها أمس واليوم شعارات حقيقة هذه الشعارات عليه أن يبتعد عنها كثيرا ويكون أكثر وضوحا وأكثر شفافية وأكثر صراحة ويسمي الأمور بمسمياته نحن نعلم جيدا أنه جاء نتيجة لتوافق كتلتين هذه واضحة جدا ولا أحد يختلف عليها ونتقبل ذلك لكنه ننتظر منه الآتي أن ننتظر منه الآتي أولا كابينة حكومية أياديها بيضاء مو يديرها مدراء المكاتب مثل ما هو حاصل الآن كابينة لها مصداقية لها أهلية أدها القدرة على أن تؤدي أجندة واستحقاقات المرحلة بس هنا أردوغف بس هنا نقطة للاستفهام قبل أن أنتقل إلى ذيقار من هي الكتلتين التي جاءت بعلاو الآن لا واضح المسألة تقصد سايرون والفتح سايرون والفتح نعم واضح هذه المسألة أنا عليه أتمناه أن يعيس تحقاقات المرحلة شنه المطلوب منه هو تهدئة الأجواء العامة حفظ حقوق المتظاهرين للوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة